بعدما استطلع الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل أجواء القوى السياسية اللبنانية وشهد استكمال التعقيدات في الملف الحكومي وضع تقريره في عهدة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في قصر الإليزة وعليه هل يرجع ماكرون زيارته بيروت ومؤتمر الدعم؟ التقرير تبع الموفد الفرنسي لا يكون سلبي لأنه لا يكون مطلوب شيء محدد أكيد فيه سلبية عدم توصل لنتيجة فعلية بحكومة لبنانية لبنان وضعوا بخطر كبير والتحرك الأمريكي اليوم كما تعرفون كمان يزيد الخطورة وضعنا بلبنان وفيه نوع من قصة الشيء صاروا يعتبروا لا مبالات بفرنسا عن الوضع لبنان والخاطر الذي يعيشها لبنان لحد هلأ ما أجل شيء رئيس الفرنسي رئيس ماكرون ما أجل شيء وديران مش جاية يقرر إذا بأجله ولا لا هلأ الدعم قال الرئيس الفرنسي قال الرئيس ماكرون بيرجع بيقوله أنه هو عم بيخليه حي يعني إذا صار فيه لقاء مش لدعم لبنان لأنه ما لاح يعمل شيء ما لحدا لاح يعمل أي دعم لاح يقدم أي دعم للبنان طالما ما في حكومة لبنانية جديدة طالما ما بقلشوا الإصلاحات بلبنان على أساس بيصير فيه مثل قضية جنائية على البنك المركزي وعم تتعسر طالبوا بحكومة جديدة عم تتعسر طالبوا بإصلاحات عم تتعسر حتى نتيج الانفجار تبع البور ما بين شيء منه يعني ما عم بيبين شيء إيجابي تقدر تبني عليه فرنسا تتجي تقول للمؤتمر الدعمين أو للدعمين للبنان تفضلوا بس فرجوا شوي عن الأموال تنقدر نقوم هالبلد على إجراء الكلام أن بومبيو سيناقش فرض عقوبات إضافية على المسؤولين اللبنانيين مع ماكرون نفته المصادر إلا أن الملف اللبناني كان حاضرا في اجتماع الإليزي أكيد سيتطرق للملف اللبناني وبركة أولوية عند الرئيس الفرنسي خصوصا أنه بومبيو عنده جولة بالمنطقة وأكيد سيجرب بناسة أهوية ليقدروا يخلصوا لبنان يتساعدوا ليخلصوا لبنان من الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية اللي واقع فيها أنا هيدا فين أكد لك إيها بلا ما أكون مطلع على أما على المستوى اللبناني الداخلي فخرق الجمود الحكومي لقاء سري بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف سعد الحرير عصرا وأكدت معلومات الجديد أنه لم يسجل أي تقدم على صعيد التأليف وأبقى العقدة على حالها إلا أنه جرى تقييم زيارة ديرال إلى بيروت والتأكيد على المبادرة الفرنسية بانتظار عكاس لقاء ماكرون بومبيو على الداخل اللبناني فهل يقتنع الأمريكي بوجهة نظر الفرنسيين بتخفيض التأزم في لبنان أم يقتنع الفرنسي بسياسة الضغط الأمريكي على حزب الله وهذا ما يؤجج الأزمة الحكومية رواندا بوخزام قناة الجديد